اشتركوا في القناة طبعا هذا ما بيعني ان التداولات راح تكون سهلة لا على العكس احيانا بتحمل حركة سريعة مفاجئة بسبب الاغلاق السنوي طبعا لذلك لا تنسوا ادارة الرسمال الصارمة واستخدام الاستوبات لان قاعدين منختم العام المجنون عام 2020 على خير ان شاء الله العام اللي دخلت فيه معظم البلدان في عمليات اغلاق وتعرض قطاع التجزئ للدمار واغلقت الحدود الدولية طبعا وشهادت امريكا اعمال شغب واسعة النطاق وتحولت اسعار النفط غرب تكساس للسلبية عموما الاسبوع الماضي كان مليان باجتماعات البنوك ما شاء الله اليابان اسويسرا وبريطانيا وامريكا نبدأ من بنك اليابان فبنك اليابان ترك معدلات الفائد السلبية بدون اي تغيير وقرر تمديد برامج التسهيل النقدية اللي هي تعزيز مشتريات الاصول لمدة 6 شهور اضافية بتنتهي في سبتمبر 2021 واضافة عمليات شراء لسندات الشركات والاوراق المالية بحد اقصى للمبالغ 7.5 تريليون يون لكل اصل حتى نهاية مارتش 2021 اما البنك الوطني السويسري ما عمل اي تغيير على اسعار الفائد السلبية والسياسة النقدية واكد على مواصلة التدخل في سوق العملات عند الحاجة لمنع قيمة الفرانك السويسري من الارتفاع الحاد طبعا هذا الشيء ازعج امريكا اللي طلعت بتصريحات بتصنف في سويسرا انها متلاعبة بعملتها او كمان البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ترك اسعار الفائد والسياسة النقدية بدون تغيير مشتريات السندات الخزاني بنحو 80 مليار دولار على اساس شهري والمشتريات الطارئة حوالي 40 مليار دولار وكرر الفيدرالي ان الاقتصاد بيحتاج لحزمة التحفيز المالي اللي لسه بينتظروا الاعلان عنها من قبل الكونغريس الامريكي اللي فيه اخبار ان الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على حزمة الاغاثة الجديدة وفيه اشاعة ان الحزمة رح توصل ل900 مليار دولار بنك انجلترا هو كمان ما غير على اسعار الفائدة وبرنامج شراء السندات اللي هو 875 مليار جنيه سترليني اما موضوع البريكزيت لسه ما تم بس في رحة الاخبار الايجابية فمغامرة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مستمر هذا الاسبوع المفاوضون بالمحاولة الاخيرة لتوصل الى صفقة تجارية وتم احراز بعض التقدم مؤخرا فالاتحاد الاوروبي اسقط مطلبه بانه لازم يكون الى الحق في فرض الرسوم الجمهورية من جانب واحد يعني التفاول الفريقين على انشاء نظام تحكيم مستقل لحل اي تنازعات او نزاعات هلأ القضايا العالقة كيف رح يكون شكل النظام ومشكلة الصيد طبعا لسه الامال موجودة وصفقة اللحظة الاخيرة مرجحة نظرا لانه بوريس جونسون بياخد المفاوضات لنقطة الانهيار دائما قبل ما يبدأ يتنازل يعني بيعمل حاله الرجال اللي تقيل بعدين بيبدأ يتنازل منطقيا يعني صعب انك تتخيل انه صفقة بيري زي صفقة الخروج لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي انه تفشل بسبب عدم الاتفاق على الصيد طبعا بالنسبة لحزمة التحفيز الامريكية في احتمال انه يوم الاحد يتم اقرارها ويوم التنين على افتتاح الاسواق الامريكية يتم اعلانها بشكل رسمي يعني هاي بناء على الاشاعات الاخيرة هلأ بالنسبة لالاسبوع القادم بيانات الاسبوع القادم طبعا نحن ما عنا بيانات كبيرة يوم الثلاثاء عنا قراءة الناتج الاجمالي المحلي الربع سنوي الامريكي ويوم الاربعاء عنا قراءة الناتج الاجمالي المحلي الكندي الشهري الامريكي طبعا ربع سنوي بينما الكندي هو الناتج الاجمالي المحلي الشهري باقي الاسبوع طبعا الخميس والجمعة اللي هي زي ما احنا شايفين اجازات البنوك الالمانية الاسترالية النيوزيلندية السويسرية اوروبا انجلترا كندا امريكا كلها اغلاقات في يوم 25 لذلك طبعا ما منهمل استخدامات وقف الخسارة لانه اغلاقات قربنا بالاغلاقات السنوية بكون في حركات دائما حركات يعني ما لها اي تفسير لذلك اذا ترسل المال الصارمة وستو بلوس مهمات جدا في تداولات الاسبوعين الاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده بما شئت الله ننتقل الان للتحليل الفني نبدأ بالتحليل الفني مع زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي طبعا جسلة الاسبوع الماضي كانت ايجابية لليورو مقابل الدولار الامريكي اغلق عند مستويات المقاومة 1.2275 مستويات المقاومة اللي اعتبرناها قوية شخصيا كنت مستهدفها بصراحة بعد انه يعمل عملية تصحيح زي ما توقعنا المرة الماضية كنت منتظر انه يعمل عملية تصحيح عند حوالي العشرين عشرة وبعدين تساطاش اربعين من هناك انه بفكر عمليات الشراء لاستهداف الـ 2275 اللي تحدثنا عنها عموما مبدئيا انا شايف انه اليورو مقابل الدولار يحتاج الانتظار شوي يعني اذا احنا شايفين عند الاسبوعي اغلاق عند المقاومة 2275 امكانية تشكيل دايفرجنس سلبي على القمم السعري للماكد مستويات تعتبر قوية ممكن يشكل فيها دايفرجنس سلبي لكن تحتاج التأكيد طبعا بشمعة ريفرسل اذا اعطانا شمعة ريفرسل كاغلاق اسبوعي ممكن تعطينا امكانية الدخول طبعا اغلاق اسبوعي انه تيجي شمعة ريفرسل مع اغلاقات البنوك مع سيولة منخفضة هذا اشي وارد تماما فلذلك ممكن ممكن لأي شخص بحاول انه مثلا يعمل عملية دخول لليورو بشكل سريع ممكن نطلع على فريم الاربع ساعات فريم الاربع ساعات بيظهر عندنا انه نحن لسا نجو القناة السعرية الصاعدة ام عنا دايفرجنس طبعا سلبي على الماكد ام لذلك ممكن انه نعتمد نحن انه بزا استمرت الاغلاقات اسفل 22.75 على الاربع ساعات مع شمعة ريفرسل احتمالية انه ممكن نشوف عملية هبوط لمستويات الواحد وعشرين واحد وعشرين الفيجر تقريبا او واحد وعشرين عشرين بالنسبة لليورو لاختبار مستويات الحد السفلي للقناة الساعدة طبعا هذا الاشي زي ما حكينا انه اول اشي خلينا نشوف شمعة ريفرسل على الاربع ساعات بناءا عليها نحن طبعا شمعة ريفرسل اسفل 22.75 جمعة ريفرسل اسفل 22.75 لنحن نحكي عن امكانية التصحيح لواحد وعشرين عشرين بمشيئة اللام ننتقل للباوند اغلاقات الباوند طبعا الاسبوع الماضي ايجت ايجابية حوالي الخمسة وتلاتين الفيجر تقريبا مش عارف يعني انا انا عن نفسي بفضل كمان نشوف الانتظار بالنسبة للباوند بعد اغلاق سلبي اليوم الجمعة زي ما نحن نشايفين كمان في عندنا عملية الديفرجنس بالنسبة للباوند اه إذا إحنا نتقلنا على فريم الأربع ساعات رح نشوف في عنا إمكانية تشكيل الهيد أن شولدرز رأس وكتفين لذلك طبعا زي ما إحنا شايفين كتف شمال وهون طبعا هاي الهيد ممكن إحنا نشوف فبوطلة نحو الأربع وثلاثين خمسين بداية لبعديها عملية تشكيل الكتف التالي هلأ نحن كدخول فني رح ننتظر إغلاق أسفل الأربع وثلاثين خمسة واربعين أسفل النيكلاين أو أسفل خط الرقبة منه نحن بنعمل عملية بناء للبيع بعد كسر الأربع وثلاثين خمسة واربعين عملية البيع بالتم طبعا مستهدفنا رح يكون أربع وثلاثين خمسين للستة وثلاثين عشرين تقريبا عنا مية وسبعين نقطة فنحن رح نستهدف المستويات الاتنين وثلاثين تمانين كمستهدف الاتنين وثلاثين تمانين كمستهدف الهيد أن شولدرز نعيد كمان مرة ننتظر على كسر الأربع وثلاثين خمسين بشمعة أربع ساعات لتشكيل نموذج الهيد أن شولدرز طبعا بفضل نشوف الكتف الأيمن يكون بالشكل السليم لتشكيل النموذج بشكل مثالي ثم الكسر المستويات الأربع وثلاثين خمسين لاستهداف مستويات اثنين وثلاثين زي ما نحن حكينا هاي مصحوبة مع عملية الديفرجنس السلبي اللي تمت على الزوج على النطاق اليومي ننتقل للزوج التالي بالنسبة للأسترالي زي ما نحن شايفين الأسترالي لازال بخط اتجاه صاعد أعلى الخط الاتجاه الصاعد ما بفضل نعمل أي عمليات بعب للأسترالي حاليا إلا بعد ما نشوف عملية كسر خط الاتجاه الصاعد الذي تكلمنا عنه في الفيديو السابق طبعا كسر خط الاتجاه الصاعد طبعا بيختلف مع الإغلاقات خمسة وسبعين أربعين أعتقد انخفاض السيول يما رح تخلي خط كسر خط الاتجاه بها السهولة هاي فاحتمال نشوف اختبار أول شيء أول مرة فاحتمال الكسر ما يتم إلا على بداية السنة القادمة فلذلك بالنسبة للأسترالي أنا بفضل أنه يكون وضعية انتظار لكسر خط الاتجاه إن شاء الله ننتقل للباوند نيوزيلندي نحن لسا نباوند نيوزيلندي على نفس النظرة نظرة اللونغ تيرم على الشهري كسر القناء الصاعدة عاد اختبارها هبط سجل مستويات الـ 85-20 حتى الآن احتمال وصول الـ 82-52-62 لازالت واردة إن شاء الله بما أنه التداول بيستمر تحت الحد السفلي للقناء الصاعدة المكسورة لو اطلعنا على الدهب الدهب إغلاقات يومية إجت أعلى خط على المستويات المقاومة الـ 1850 اللي تحدثنا عنها اختراق الـ 1850 برجحت طبعا الصعود نحو الـ 1900 زي ما تكلمنا في الفيديو السابق أو 1900 عفواً بعد الـ 1900 في عنا الـ 1915 حالياً اللي هي بتتمثل بالحد العلوي للقناء الهابطة إذا طلعنا على فريم الأربع ساعات فريم الأربع ساعات شفنا الاختراق تم عاد اختباره تم تسجيل المستاذف اللي تحدثنا عنه اللي هو 1895 لحتى الآن لازلت بميل طبعاً لارتفاعات ونشوف 1925 إن شاء الله بالنسبة للإيثيريوم تم اختراق مستويات المقاومة على 1620 مستهدفات الـ 750 لازالت واردة إن شاء الله بالنسبة للإيثيريوم نطلع على الزوج اللي بعديه الـ YEN الـ YEN تم كسر على اليومي تم كسر خط الاتجاه وعن زي ما تحدثنا كان بالداول داخل مستطيل زي ما نحن شايفين المستطيل اللي هو المي وأربعة 174 والـ 173 تم عملية الكسر لالحد السفلي للمستطيل طبعاً وكسر خط الاتجاه الصاعد طبعاً خط الاتجاه الصاعد واضح إنه يعتبر متوسط القوة إلى ضعيف أصلاً لكن إخلاقات يوم الجمعة عادت اختباره تداولات يوم الجمعة عادت اختبار خط الاتجاه المكسور ولحتى الآن يحترمه بشكل جيد فنحن ممكن ممكن نشوف مستويات مستويات المي واثنين تلاتين بمشيئة إلا طبعاً ممكن أنت تقولي طبعاً على الأربع ساعات زي ما نحن شايفين إنه عدة شماعات ريفيرسل طبعاً شماعات ريفيرسل أوكي جيدة جداً بالنسبة للين طبعاً بس بفضل إنه نشوف عملية اختراق لخط الاتجاه مرة تانية عشان نحن نطلع من من عمليات البيوع اللي تمت طبعاً كمان بنسبة للين احتمالية تشكيله لنموذج الـ الرأس والكتفين المقلوب إذا تم طبعاً صعوده فلذلك أي عملية الاختراق للنيكلاين الموجود عنا طبعاً خلينا نحدد النيكلاين بطريقة أفضل عنا لو رسمنا على النيكلاين رح يكون في عنا تقريباً ممكن يكون تقريباً مستويات المية وثلاثة ستين اختراق المستويات المية وثلاثة ستين رح يخلينا نحن نتحرص أكتر ونحاول نخرج من عمليات البيوع اللي تمت في الأسبوع الماضي إن شاء الله ننتقل للداو جونز طبعاً الداو جونز أنا بفضل أنه ننسى هاي الفترة لأنه أي عملية صدور للتحفيز المالي اللي ممكن التم ممكن تعطي حرك سريعة شوي للداو جونز ممكن تعطي دافع قوي للصعود واختراق مستويات اختراق مستويات تاريخية جديدة بالنسبة للداو جونز لذلك إذا بدك تبحث ابحث عن عمليات شراء للداو جونز نبتعد عن البيع في هاي الفترة أفضل بالنسبة المؤشر نروح للنفط خام تيكساس خام تيكساس لازال بالداوال داخل الوتد الصاعد لازلت بفضل أنه نشوف عمليات كسر للوتد الصاعد اللي هي صارت مستويات 485 الأسبوع الماضي طبعا شفنا عمليات اختبار للوتد وأثبت قوته شوف أكم مرة اختبر هاي واحد اتنين تلاتة تلات مرة تم اختبار الوتد وتم نجاح وطبعا بقوة الوتد فلذلك بفضل أن ننتظر عمليات الكسر للوتد لبناء عمليات بيوع هلا الكسر بفضل نشوف الكسر ل 4790 بعد الكسر 4790 صار في عنا مستهدف أقرب خلينا نحكي اللي هو 4580 الكسر لمستويات 48 الفيقر 48 دولار للبرميل بيعطينا امكانية الهبوط لل 4580 ثم 4370 كمستهدفين بالنسبة لخام تيكساس نروح لليورو الأسترالي طبعا اليورو الأسترالي عليه نموذج يعني خلينا نحكي نوعا ما أنه متوسط القوة اللي هو هيد أن شولدرز زي ما هل شايفين يعني يعتبر متوسط القوة ما بقدر أحكي عليه أنه قوي لأنه كتافه مش سليمات أبدا إمكانية أو تم الكسر في جلسة الأسبوع القبل الماضي تم الاختبار في جلسة الأسبوع الماضي زي ما نحن شايفين خلينا نكبر نعمل زوم زي ما هل شايفين تم الاختبار على مستويات الواحد وعيد وستين عشرين إن كانية الهبوط للستة وخمسين خمسة وتسعين ثم الثلاثة وخمسين خمسين بالنسبة اليورو أسترالي طبعا الاستوبات هاي لازم نحط عليها استوبات لأنه ما شاء الله أزواج الكرسات هاي معروف بحركتها الجنونية بفضل نحط أعلى الهاي المسجل في جلسة الأسبوع الماضي اللي هي واحد وستين تمانين يعني لو حطينا اتنين وستين تلاتين إن شاء الله إنه بتكون يعني جيدة ننتقل للزوج الأخير اللي هو معانا الكندي الكندي زي ما احنا شفنا عنا دبل باطم تم تم اختراق نموذج عفوا ما تم الاختراق لسه ننتظر اختراق مستويات المقاومة لأن نموذج على مستويات الواحد فاصل سبعة وعشرين تسعين اختراق الواحد فاصل سبعة وعشرين تسعين بشمعة أربع ساعات رح يعطينا إمكانية الصعود لمستويات الواحد تمانية وعشرين تسعين يعني الصعود فيقر إن شاء الله بالنسبة لها الدولار مقابل الكندي هذا كل بالنسبة للتحليل الأسبوعي أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم وأتمنى لكم أسبوع إن شاء الله أخضر بمشيئة الله ما تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وانكن تشاركوا مع أصدقائكم المهتمين في التداول دمتم بحظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا